اشتركوا في القناة اتابع الحديث عن الصحابي الجليل عبدالله ابن عباس رضي الله عنه ارضاه هذا الصحابي مثال يحتذا به للشباب سبحان الله الصحابي يجب ان يعرف الشباب سيرته بالتفصيل كل فترة من حياته فيها نور يضيء للانسان دربه في الحياة بابه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه ابه فما ظلم هؤلاء هم الاسياد هؤلاء هم الذين يعاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبدالله ابن عباس مع انه يعني ما عاش مع النبي كثير تلكون الاسبوع الماضي كثير من الناس بفكروا انه سيدنا عبدالله ابن عباس يعني انه يعني عاش عشر سنين مع النبي عيسوه وصلا عاش مع النبي سنتين شهرين عفوا شهرين فقط لانه كان مع والده في مكة المكرمة ولم يهاجر الى المدينة المنورة لان النبي طلب منه ان يبقى عينا في مكة قال له راقبلنا ايش الوضع واتينا باخبارهم هاجر بعد حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام حج امتى بذل حجة رجع النبي عليه الصلاة والسلام ذل حجة ومحرم وصفر وتوفي في ربيع الاول صلى الله عليه وسلم لكن بهالشهرين اخذ الزبدة اخذ دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده صلى الله عليه وسلم على كتفه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقال عنه حبر هذه الامة تصوروا واحد لما النبي عليه الصلاة والسلام انتقل الى الرفيق الاعلى كان هذا الصحابي همره تلتعشر سنة يا ابن تلتعشر يا ابن ثلاثة عشرة ماذا ماذا تفعل في هذه الايام لا تقولوا صغير لا بعدين هذا الجيل افقه واوعى من الجيل القديم اوعى بكثير هلا بأن خمسة سنين بنتلق على امليكيشن وبطلب لك ماذا أكلي وشربة ودليفيري ويمكن لو مع عنده حساب ون يدسى موظاتة بيسدد لك وخلاص بالامور خمسة سنين ست سنين يفقهون في الحاسوب هذا دخلي تعلم القرآن نحن من بكير وبكير ودير بالكون عليه ولا تفقوا على صلاة الصباح واختيه ومدري ايش لا يصير عمره وطمانطعش تساط عشر سنة بتؤمره بأمر بصير مثل الأفعة المتوحشة برد جواب على أبوه وعلى أمه الآن تعلموا تعلموا من هؤلاء الأبطال الأفذاذ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مفتاح انتقل النبي عليه الصلاة والسلام قلت لكم في سبب صار الصحابي هاد يروح لعند كل الصحابي الكبار متخصصين بالحديث الذين يروون الحديث ويحفظون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقف على بابهم ذكرت لكم القصة قال ابن عباس لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب النبي فإنهم اليوم كثير كان النبي عليه الصلاة والسلام حديث عهد بالوفاة المدينة كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعدين انتشروا فقال يا عجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم قال فترى كذلك قال له بدون يتركوا لكبار وجول عندك أنت اللي بدك تعلم الحديث شو تعمراك تلتعشر سنة فتركه الأنصار قال وأقبلت أنا أسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل قائل يعني إيش نيم وقت الظهيرة قال فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب هذه صحراء ريح جاي وريح رايحة وقت الظهيرة يصير كله إيش غبر من التراب قال فيخرج الرجل فيراني فيقول يا ابن عمي رسول الله ما جاء بك هل لا أرسلت إلي فآتيك فأقول لا أنا أحق أن آتيك كان يحترمون هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام لك ليس جاي لك أنا بجي إلى عندك قال له لا العلم يؤتى ولا ولا يأتي قال فأسأله عني الحديث قال فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني اجتمع حول الناس يسألونني كان يقول عبد الله بن عباس ذللت طالبا لهون 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 وروح اسألوا يقولوا لي نايم وفاي وتعب بعد عشرة أيام فعززت مطلوبا صار يجون الناس من كل أسقاع الأرض قال فيقول هذا الفتى كان أعقل مني والله أنت اللي شغلك إيش إيش مظبوط رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عبد الله بن عباس قال الشعبي قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لي أبي من أبوه أبو عم النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا العباس كله حب للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرت لكم الأسبوع الماضي كان يسألوا أنت أكبر ولا النبي قال هو بالسن أكبر من النبي قال هو أكبر مني عن النبي ولكني أسن منه تعالى هذا أدب هو أكبر مني ولكني أسن منه قال لي أبي يا بني إن عمر يدنيك سيدنا عمر كان يجيبه ويقعده مع الكبار بتقول لكم المرة الماضي لما أنه إيش ضاق ذرعا بالصحابة إنه عم يجيب لنا واحد أد أحفادنا قال لهم بدي أرجيكم إنه هذا الزلم بعشر تالاف جمع الكبار الكبارية كلا ياتون قال لهم بدي أعطوني رأيكم شو بتعرفوا أنتم من قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد رأيكم كل واحد بلشك يحكي كلام ظريفة ما حدا طلع معه الجواب الشافي إلا مين لذلك إذا كان عنكم مشاريع أنتم كآباء وأنتنا كأمهات أيام الواحد يسأل لي كبير بالمؤسسات تسألوا جيل الشباب ليش؟ لأنه ينقضح في عقل الشاب مخو نضيف ما لا ينقضح في عقل الكبير الكبير يعني أيام تلاقيهم سكرة معه ما عم يفكر إلا بإيقونة معينة لو والله جبت شلو طلعت معاك هيدا تجي من التفكير ومن التوفيق الاثنين تسألوا جيل الشباب لذلك الأمة إذا كانت تتطور تعتمد على الشباب هذا الكبير الذي عمره خمسين سنة والموظف الستين سنة مسكين كيس يلي فيه الضغط حب الضغط والسكر والروماتيزم وآخذ حبة مرخي عضلي وما له صحيان بارئ جتني كفتوى سبحان الله رجل ومطلق قال لي أقسم بالله العظيم أخي تحبه وما أعي ما أقول عمره من فوز سبعين تقول له لا تعي يعني هذا صار معه أغلاق مثل الأغلاق أبدا لا يعي ما يقول مثل شدة الغضب بعد يفرق بين الحيط وبين الباب عند السادة الحنابلة لا يقعوا طلاقوه صار معه شدة غضب هادون آخذ حبين ما عد عرف ماذا يقول استفزته مين بعد أربعين سنة زواج منعود ندخانا ونطلق ونقيم تقي الله رجل الدنيا ورجل بالآخرة قال لي أبي إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثا قال لا تفشين له سرة إذا قال لك سر لا تطلع تفشي برا تير نحن من إخواننا أيام الخواص قال له الله يرضى عليك هاد سر انت بمكانك بالمكان الموجود فيه بقربك مننا حكينا لك القصة كأنه قلت له روح حطك خبر عاجل دائما شورة هون 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 لذلك صف الإنسان ما عندي يحكي لحدا قال لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا يجربن عليك كذبا قال الشعبي قلت لابن عباس كل واحدة خير من ألف شو هي كل واحدة هي تسوى ألف فقال ابن عباس بل كل واحدة خير من عشرة آلاف سئل ابن عباس بما نلت ما نلت شلون نلت المرتبة قال بلسان سؤول وقلب عقول بسأل سأل الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه تمام المعروف من كلامه اللطيف الظريف كلامه حكمه قال تمام المعروف المعروف العطاء في عطاء وفي تمام العطاء قال تمام المعروف تعجيله تعطي حدا بعد خمسة عشر يوم تعال عندي بس إيش بدي أعمل توزينه بغري تمام المعروف تعجيله وتصغيره تصغيره يعني تعطي عشت آلاف سعيون ألف لا تصغيره أن يصغر في عينك تعطيه مثلا مئة ألف بجي بيقول لك والله كثير يا أستاذنا والله كثير قال له هذا أنت بستاهل أكثر من هيك يصغر في عينك وين اسمعوا الكلام شوفوا أخوانا الكرام بهذا الزمان نعنا شو بدك تخطي عشت آلاف ليرة شو بدك تساويه جاءني أحد الأطباء قبل أمس قال لي والله يا أساس عم استحي من الله لما عم اكتب له للمريض يعني الراشيتا قال لي أقل وصف طبية حق بين العشرين وثلاثين ألف كان الواحد يفوت على الصيدلية يعني شو كتابوله ثلاثمائة وراء أربعمائة وراء هاي شغلة يعني إذا هيك دواء تقيل بيقول لك أخي هذا منه يعني أجنبي مستورات كذا مرخص ألف وراء هلا لا في شغلة أدهى وأمر أدهى وأمر شو هي تفوت على الصيدلية بتاخد هي بيطلع من حبات أو عشر حبات أشهدوا لا إله إلا الله لك كانت العلبة فيها أربعين حبة ثلاثين حبة يا أخي عشرين حبة صغروها بشان ما يطلع سعره كتير كبير لذلك رايح جايل مسكين عم ياخد دواء قال تمام المعروف تعجيله وتصغيره وسطره لا تخبر هذا كلام هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه فيه له كلام كثير لكن في كلمة والله أنا حافظة عن سيدنا عبد الله بن عباس كنت من صف السابع أذكرها يعني وأعرفها عنه قال أعز الناس علي في ناس يعني عزيز علي ولا أستطيع أن أرد له معروفه عامل معي معروف ما بحسن رده هل واحد هداك يهدي يبت يهدي مين هو قال لا أستطيع أن أكافئه قال من أتاني يطلب حاجة فرآني لها موضع تعرفوا أخ بالفعل صادق دق بابك بالليل أو كذا أو تليفون قال لك أنا بالمستشفى بالقبول وبيد يفوت أبي إيش على المشفى وطلبوا مني سلفة مليون ليرة قال له أبشر هذا عمل معك معروف لأنه رآك أخاً أكيد ما تتصل بغيرك أنت أول واحد هل فيه إنسان بيكون كتير عزيز عليك بتشوفه أنه بضائقة بقول له ما بسامحك إذا بينقصك شيء وما بتتصل فيني أول بني آدم أول إنسان يتصل به هو أنا هذا سيدنا عبد الله بن عباس قال هذا لا أستطيع أن أرد معروفه من أتاني يطلب حاجة فرآني لها موضع نين قال ورجل بدأني بالسلام هو اللي بدأني اللي السلام عليكم اللي بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يعني بذل لي المحبة شوفوا كتير من المواقف تلاقي إنسان سبحان الله ما بسلم السلام عنوان عنوان الخير سلام عليكم يعني أنت ما لك من تبيع رد بيرجع سلام عليكم يا عيني اللهم أنت السلام ومنك السلام قال ورجل أوسع لي في المجلس شافك أنت جاي وفي إرنة يعني أيام سبحان الله هل إذا ما في إرنة يا بتقوم بتقعده إذا بتحبه يا لا تدايق الناس ورجل وسع لي في المجلس قال ورجل سقاني شربة ماء على ضمأ هل أنت سوى هاي بل شوفية لما تكونوا صايمين أخ بكون صايم حط له التمر أدام منه لو أنت كمان صايم مثله كون عطشان فصي أولاد كون بسيك الصحة أنه بابا معلش هاي تمرب 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 أنت صيي من أمير القوم ساقيهم هاي كان يساويا النبي عليه الصلاة والسلام الله يرحم الشيخ شكري للحفي كان يمسك الإناء والكاسة ويجعلوا له اللهم ما في أنا بدي أسقي وهو رجل من عمالقة القراء في هذا البلد من أهل الله أنا أعرفان شو الثواه ولو بدي أسقي وخاصة على الضمأ لذلك شو كانت الشام الشام كانت كله سبيل تذكر لما كنا صغار ما نمشي خمسين متر إنهم لحي الحنفية التانية بالصيف مثل البوز ليش لأنه دائما جارية هلا بتروح على البلاد يفرحوا لي راحين على الخليج وراحين تطلب النينة بيلاك حقا هيك هون حقا هيك نحن بلادنا سبيل عينا فيها تسمى سلسبيل قال ورجل حفظني بظهر الغيب هذا ما بحسن ما بحسن رد له يجي واحد يحكي قال له لا هذا رجل مؤمن من أهل الله بحال الله قال عبد الله بن وريدة شتم رجل ابن عباس حتى أهل العلم حتى أصحاب النبي عن سر صلى الله عليه وسلم حتى أصحاب النبي شتموا فقال له ابن عباس ما رد عليه رد عليه بكم كلمة قال أتشتمني وفي ثلاث خصال إني لآتي على الآية من كتاب الله فوددت أن الناس علموا منها مثل الذي أعلم هذا هو كان ترجمان القرآن الكريم ما في آية إلا يعني يعرف تأويلها هذا التأويل غير التفسير التفسير تعرف المعنى العاجي للآية أما التأويل في معنى بعيد قال له عم تشتمني عم تشتمني وأنا أعلم من القرآن ما لا يعلمه ما لا يعرفه الكثير من الناس مع ذلك وددت أن كل الناس يعلمون ما أعلم هاي ما بتصير إلا مع الإخلاص قال التجار بيطلع هو عم يستورد صنف ما حدا بيعرفه ممكن التاجر يقول أنا ممكن أنه دل الناس كلهم عليه ما بتاوية هذول اللي بيشتغلوا بالحلو بيشتغلوا لي في عنده خلطة ما حدا بيعرفها غيره ممكن تقول أنه أنت وددت أنه كل الناس يعلمون ما أعلم تطلع هيك وتقول لهم هيك الخلطة هاي بتدل على إيش هل سماحة النفس رضي الله عنه وأرضاه ثم قال وَإِنِّي لَأَسْمَعُ بِالْحَاكِمِ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ يَقْضِي بِالْعَدْلِ فَأَفْرَحُ بِهِ وَلَعَلِّي لَأُقَاضِي إِلَيْهِ أَبَدًا بسمع أنه والله بالصين قالوا أنه حاكم عادل الله يهني ما بيهمني أنا أنا مالي بالصين لما بتشوف خير والله هذول تصالحوا الحمد لله الله عز وجل هي هيكي دائماً يلم الشمل ملاء أخي أنا ما بيخصني لما صارت الأزمة وهون سبحان الله ببعض مناطق دمشق يكون هنيكة مثلاً يعني في مشاكل على أطرافه أخ قال لي الحمد لله نحن هون ما عنا شي طب ليهنيك ولساكنين هنا لكن الله يفرج عن العباد كلها أنت أصلاً إذا اشتكى منه عضواً تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى قال وإني لأسمع بالغيث يصيب الأرض من أرض المسلمين فأفرح به وما لي به من سائمة أبدا والله نزل مطار بالعراق إيه الحمد لله يا رب الله يغيثون شايفينه أديشه أديشه إنسان خير رضي الله عنه وأرضاه عاش رضي الله عنه حوالي تقريباً تقريباً خمسة وسبعين سنة توفي سنة ثمان وستين وقيل سبعين ومات بالطائف رضي الله عنه وأرضاه سكن الطائف هو كمان بعد عن الفتن مثل سيدنا عبد الله بن عمر من نفس بعد عن الفتن وسكنة الطائف ما في أحلى مننا الطائف مرة كنت في مكة درجة الحرارة كانت تسعة وأربعين تسعة وأربعين تماماً في الصيف ركبت السيارة وذهبت إلى الطائف والطائف في إرني اسمه الهدى أديش درجة الحرارة تسعة طعش اللي بيفوت على الطائف تفكر حاله فات على الزبداني أو بلودان فيها من الرمان يعني مثل رمان الشام سبحان الله هاي الطائف هاي حالي استثنائي طريقة وعر النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليها ورموه بالحجارة فراح سكن بالطائف عبد الله بن عباس وكان يأتيه الناس وكان ينزل ويعتمر ويحج مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قيل أنه مات عمره 72 وقيل 75 جزاه الله عنا خيراً وعن الإسلام والمسلمين قدم الكثير الكثير تمنى أنه أبنائنا ونحن نقتدي بهؤلاء الكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً متقبلاً برحمتك أرحمه الرحيم تذكر أخوانا الكرام دبلوم التأهيل الأسري في مركز قيم حيبلش الأسبوع القادم هذا دبلوم من أجل الإنسان يتعلم ما له وما عليه في بيته يعني حتى المتزوجين تسع مواد يعني مشروع أكاديمي تتعلم مو أنه الدرس هيكي مرت فكرة لا 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 تعرف الألف يعني واحد عنده مشكلة بإيش بإعظامه هذا ما بمشي هكذا نجي نعمل له درس رياضة هذا منه نعرف ما له وما عليه ويعملوا له تحليل مشكلتك بإيش مشكلتك بالتربية في مادة اسمها تربية تربية أبناء مشكلتك أنك ما عم تعرف الحقوق الشرعية في مادة اسمها أحوال شخصية سبحان الله في شيء بعلم النفس أنه أنت ابنك كبير ما عم تعرف تتعامل معه لأنه مراهق تسع مواد هؤلاء يلي قاعدين بالشام يحضروا عن طريق التسجيل وكذا يلي برات الشام سجدوا أونلاين يعني تعود تسع شهور عم تسمع المحاضرات بعدين تنفحص بعدين في السنة اللي بعدم منها بتتخصص بتصير إيش يعني أول واحدة بتصير أنت لأسرتك لأولادك لأول واحدة هلأ الطبيب إذا ما ما سفاد شي طبيب لنفسه ولأولاده بعدين بعدين اللي حولهم منه بعدين بتصير تصلح المجتمع إن شاء الله يمكن تسجيل سبت أحد وثنين صفيان عشر أو خمسة عشر مقعد ونحن في عنا عدد نقف عنده من أجل التباعد اللهم معلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما أصبحنا على باب الله في بيت الله في هذا الفجر المبارك اللهم ارزقنا العافية ودوامها واسقنا الغيث دعونا الله يغيثنا درجة حرارة يعني توصل خلال الأسبوع للعشرين والخمسة وعشرين هاي مربعانية هاي ولا نسانا الله عز وجل فرج عن العباد دعاء 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 مخ العبادة ربنا تقبل منا بسر الفاتحة